السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله نهاردة هنعمل مقارنة بين الهاي واللو امبيدنس باس دفرينشال بروتيكشن. في البداية نشوف ايه واجه المقارنة من حيث الستي كونيكشن بالنسبة لللو امبيدنس كل 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 لها موديول خاص بيها زي ما كنا كلمنا على اللو امبيدنس قبل كده كل مهمة لها موديول بوصل عليه الايه السي تي كونيكشنز ووصل عليه الاستي تاس بتاع الباس ديس كونيكتور تمام يبقى الجزء اللي خصينا دلوقتي السي تي كونيكشنز بتوصل على موديول خاص لكل مهمة وايه تاني الكارنت فيه عشان اجمع الكارنت غالبا الكارنت ده بيتحول لفولتج وبعد كده يتجمع مع بعضه عشان اجمع الموديول زي مع بعضها على حسب كل مهم بتوصل على اي بصبار بتتحول لفولتج وقدر اجمع الفولتج ديت وكل واحد بيه اتجاهه كا فيكتورز تمام الفولتج ما هو الا امج ليه الكارنت واجمعه من خلال الاوتبوت بتاع الموديول تمام ايه تاني بالنسبة للهاي امبيدنس كل السيتي هات كلها باخدها بارلل مع بعض وفي الاخر خالص البرالل ده بوصله على الايه الجزء البرالل دوت لو كان فيه طبعا قبل البرالل ممكن لو فيه عشان اقدر حق كده بيعدي فيه الايه الاكزيلاري كونتاك من الباص يبقى لو كان في بالنسبة ليه بعمل البرالل دوت بس بعد الايه بعد الستيتاس بتاع تمام سواء باس وان او باس تو في الاخر خالص بعد ما يعدي فيه الباص ديس كونتاك اخد كل باس بار لوحده وفي الاخر يروح ليه الرلي الخاص بالباس بار دوت تمام وكنا شوفنا الرسمة بتاعت الهاي امبيدنس لما لقينا انه فيه قد يكون ديت برا الرلي او بلت ان في جوه الرلي اه شوفنا بعد كده انه ممكن طبعا بالنسبة دي الهاي امبيدنس كل الستيات كلها متوصلة مع بعض زي ما تكلمنا سواء بعد الاكزيلاري كونتاك او لو كان هو اه سنجل باس خلاص بيعدي دايريكت من غير اي اكزيلاري كونتاك تمام يبقى ده اول مقارنة من حيث الستي تي كونكشن المقارنة التانية السي تي ريشيو والماجنيتايزنج في كي والاي ماجنيتايزنج بالنسبة لللو امبيدنس مقبول ان انا اوصل ريشيو مختلفة كل مديول بيقبل ريشيو ابرمج المديول دوت بناءا على سي تي ريشيو بتاعت المهمة ديت يعني ممكن يكون لاين غير لاين او لاين غير ترانسفورمر او غير باسكابلر كل مهمة لها سي تي ريشيو الخاص بيها وانا ببرمج المديول بتاعها بناءا على الاكشوال ريشيو بتاعت السي تي تمام بالنسبة للماجنيتايزنج الفي ني بوينت او الفي ني والاي ماجنيتايزنج قد يكون فيها بعض الاختلاف من سي تي الاخر ممكن يكون مقبول وتأثيرها على الديفرينشل ريلي ما بيكونش كبير انما طبعا يعنين الفي كيت دايما تكون عالية عشان اي شورت سيركيت ما دخلش الكارن ترانسفورمر في مرحلة الساتوريشن وبالتالي يأثرلي على الاداء بتاع الجهاز تمام بتاع الريلي طبعا تمام يبقى انما لو فيه اختلاف بسيط في الفي كي واختلاف بسيط في في الاي ماجنيتايزنج ممكن ايه ما يكون مقبول ما يأثرش قوي بينما بالنسبة للهاي امبيدنس لازم يكون الريشيو واحدة السي تي ريشيو لابد انها هتكون واحدة تمام غير مقبول ان يكون فيه اختلاف في الريشيو نفس الكلام لابد ان يكون الداتا بتاعت السي تي زي بعضة بالزبط الفي كي والاي ماجنيتايزنج والاردي سي زي بعض بالزبط ايدنتيكا لابد ان يكون نفس النوع اي اختلاف ممكن يأثر على الاداء بتاع الحاجة اللي بعد كده الويcam عشان يعمل بكب بالنسبة لي اللو فيما يعمل بكب بالكركة بال pilgrimة يعني اللي انا بحطه بيبقى تمام سيتي سوبر فيجن دي بتعمل ايه اصلا فانكشن بتاعتها ايه عشان مرأب الدواري الطيار هل فيها فتح ولا لا لو حصل في فتح في دواري الطيار بيحصل ديفرينشال كرانت ولكن بتكون قيمته صغيرة غير كافية للاشتغال بتاع الديفرينشال ريلي فبيعمل لها سوبر فيجن عن طريق ايه لو لقى في ديفرينشال كرانت قليل لها سيتنج لوحدها في ديفرينشال كرانت قليل لا ترقى لمرحلة الفولت تمام زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي يعني حصل في ديفرينشال كرانت موجود وحصل طايم ديلي في الغالب معظم الريليز بتكون تلاتة سكند معظم الريليز تكون تلاتة سكند يعمل بلوكة على ديفرينشال ريلي ويدي ألارم انه في سيتي أوبن سيركت او سيتي سوبر فيجن ألارم تمام يبقى ده بالنسبة للو امبيدنس بالنسبة للهاي امبيدنس الديتيكشن بتاعه بيكون فولتج مش كرانت يحصل ديتيكشن للفولتج الفولتج زي ما اتفقنا هو ما هو الا اميج لديفرينشال كرانت في حصل في ديفرينشال كرانت حصل اوبن سيركت فحصل برضو الفولتج دوت قيمته قليلة فيه بيبقى موجود سوبر فيجن ريلي متوصل بارالل مع الوبراشن ريلي او مع الديفرينشال ريلي يحس بالفولتج لو قيمت لو وصل للقيمة المزبوط عليها ومر برضو الطايم ديلي عشان يتأكد ان فيه فعلا مشكلة وغالبا في الغالب بتكون برضو ثري سكند يعمل بلوك ويعمل ألار يبقى الفرق بين سيتي سوبر فيجن ديتيكشن بالنسبة اللو امبيدنس بيكون كرانت انما في حالة الهاي امبيدنس بيكون فولتج في الحالتين بيستنى ثلاثة سكند وبعد كده يعمل بلوك ويعمل ألار ايه تاني عايز ابوص عليه قالك الاستبلايزنج بالنسبة اللو امبيدنس بيكون عن طريق كاركتريستيك عندي كيرف موجود وبعمل الفاكرين الكيرف بتاع الديفرينشير اللي بتاع الترانسفورمر بيبقى فيه ذي ثري شولد فاليو اي ديفرينشل وبعد كده فيه كيرف بيربط الديفرينشل مع الريستريننج مع بعض بيبقى ليه سلوب معين وبناء على السلوب دوت بنحدد المرحلة اللي بيحصل فيها او المكان الزون اللي بيحصل فيه تريب والزون اللي بيحصل فيه بلوك والجزء دوت بعمل الاستبلايزنج للإكسترنال فولت اللي موجودة عن طريق الكيرف يبقى انا عايز يكون الرلي بتاعي ستيبل عن طريق استخدام الكاركتوريستيك كيرف بتاع الديفرينشل ريلي ده الكلام ده في اللو امبيدنس انما بالنسبة لي الهاي امبيدنس بستخدم ستيبلايزنج ريزيستور وديه اللي بتحقق لي الجزء اللي يحقق لي الاستابيلتي بتاع الباص ديفرينشل ريلي تمام؟ ايه تاني الدستيربنس ريكوردر بالنسبة لي اللو امبيدنس غالبا تبقى ديشتال ريليز طبعا الحديث دلوقتي منها موجود كلها ديشتال ريليز وبالتالي ديستيربنس ريكوردر موجود بيكون افيلابل انما بالنسبة للهاي امبيدنس بتكون نوت افيلابل بالنسبة لللو امبيدنس زي ما اتفاقنا بقول ان هو الحديث كلها منها ديشتال ريليز زي اي ديشتال ريليز موجودة بالنسبة لل او ترانسفورمر بوتيكشن كلها بيكون متاح من ضمن الابشنز اللي معاها ان يكون فيه لو فيه اي فولت حصل او اي ستارت حتى مجرد حصل ممكن يسجلي قيمة الكارنت والفولتج اي ديشترل سيجنالز موجودة عشان اقدر اعمل اناليسيز لاي فولت منما بالنسبة للهاي امبيدانس غير متاح بالنسبة لها في الغالب بتبقى ستاتيك ريليز يعني انا ما شفتش ديشترل ريليز مع الهاي امبيدانس او يبقى متاح فيها في الحالة دي الناس بتلجأ ليه الفولت ريكوردر الاكستيرنال بيبقى فيه فولت ريكوردر لوحده ممكن يتسجل فيه طبعا ده كلام ده الفولت ريكوردر رزا موجود في كتير من المحطات يسجلي اي على اي اكويبمنت فيه بعض الانالوج سيجنالز والديشترل سيجنالز بيسجلها مع اي فولت بيحصل فيه الاي في المحطة اللي انا شغال فيها تمام انما الريلي نفسه الريلي نفسه بالنسبة لي البصبار تمام قد يكون في بعض الاختلافات تانية انا ما دي دي طبعا الاختلافات الاساسية او الفروق الاساسية اللي بين الهاي واللو امبيدنس بصبار ديفرينشال دي زي ما انتفقنا انها دي حاجة سريعة ممكن اللي بصفل سكيمز يلاقي تفاصيل اكتر بالنسبة لفكرة العمل بتاعة الهاي واللو امبيدنس بتختلف شوية من محطة تانية او ديزاين بيختلف بيبقى فيها بعض الاختلافات البسيطة انما اللي احنا اتكلمنا فيه دي هي الفكرة او الاساس العلمي اللي موجود ويكاد يتشابه في مش اقل من 80% بين المحطات وبين بعضها اي اختلاف بيكون بنسبة صغيرة ولكن الحمد لله احنا كده نكون نقوله وقفين على ارض صلبة بالنسبة له ونقدر نتعامل مع اي اختلافات ايه تقابلنا تمام وان شاء الله نتقابل المرة الجاية